بسم الله نستهل أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان هيان رئيس الدولة حافظه الله بالإفراج عن 737 نزيلا من عزلاء المنشآت الإصلاحية والعقبية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل السمو بتزديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام وذلك بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك تأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حافظه الله في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتساوح وعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقبية فرصة للبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم